إذا أطيحت لكم فرصة لإنقاذ روح بريئة دون تعريض أرواحكم للخطر فهل ستفعلون؟ سؤال طرحه الناشط السوري عمر شغري على أعضاء مجلس الأمن الذين استمعوا إلى شهادته عن التعذيب في سوريا وضف شغري عندما كنت طفلا اعتقلني النظام وبقيت ثلاث سنوات معتقلا بعد خروجي من المعتقل كان هدفي هو كيفية إيقاف نظام الأسد ومنعه من إزهاق المزيد من الأرواح متابع جانبا من كلمة الناشط السوري عمر شغري أمام أعضاء مجلس الأمن بعدها نتعرف على تفاصيل أكثر منه كيف رابحث التحميل 5 ب Käها-0 يانجار dicتعون؟ كيفية مجلس الأمن بعد هطة السوري عمر شخص يمتعون؟ كيفية رابحثًا و romاني الوظائم؟ كيفية رابحث عن انهم قتلوا مشغري بعد فتحوug Customer هناك إثارة. أعطيك. أعطيك لك لإثارة من الرجيم الأساسي بإظهار أنني أقرأت أيضاً. أعطيك لك لإثارة أنني أقرأت أيضاً عندما أصدق. كم سنة، كم سنة. في هذه الكلمة التي قلتها في مجلس الأمن أو التي ألقيتها في مجلس الأمن الحديث عن جرائم النظام السوري. قلت أن لديك الكثير من الدلائل على تعرضك للتعذيب. وتحدثت تحديداً عن مسألة اقتلاء أظافرك وأنت طفل صغير. هل يمكنك أن ترين يدك؟ طبعاً. الحمد لله الأظافر تنمو بعد التعذيب. هذا من أهم الأمور التي فادتنا. ما فقط كان نظام يقلع الأظافر. إنما كان يقلعوان بطريقة بشعة حتى تتشوه اليد. فكنا نحن نضطر بعد ما يطلعوا الأظافر. كنا نضطر نحن أن نقلع أظافرنا. لأنه لما بينما الضافر كان ينمى بقلب الجلد. فطرينا أن نقلع أظافرنا. الحمد لله كان أغلب المساجين متعلمين ومثقفين. فكان معنا أطباء يحاولوا يساعدون حتى تطلع أظافرنا بطريقة مناسبة حتى ما تشوها إجسامنا. لأن أغلب الناس اللي كانت أظافرة تنمى بطريقة خطأ كان يصير في التهاب الأظافر بالأصابع حتى يصير معنا غير غرينا. والناس كانت تموت للأسف. نعم. طيب. عمر صراحة عندما تحدثت عن ما يفعله المجتمع الدولي. وذكرت بالأسماء عدد من الدول. تحدثت بلغة واضحة. وحياك عليها الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي. أنت غاضب على ذلك المجتمع الدولي. هل يمكنك أن تخبرني ما الذي كان في يد المجتمع الدولي لأي يفعله بوجهة نظرك ولم يفعل؟ من بداية الثورة السورية كان الشعب السوري عنده أمل كبير أنه المجتمع الدولي سيساعدنا. نحن كنا ناشطين جدا. أنا بتذكر أول مظاهرة طلعنا فيها وبثيناها مباشرة على قناة الجزيرة. فكاننا أمل كبير من المجتمع الدولي. ولكن تفاجأنا بالبرود الموجود في المجتمع الدولي. وعدم اتخاذ أي خطوات لحتى تخفف الوجع والمعاناة للشعب السوري. المجتمع الدولي أهدافنا كان أن نأخذ نظام السوري لمحكمة الجنايات الدولية. ولكن بسبب الفيتو الروسي والصيني هذا الشيء غير محتمل حاليا. ولكن المجتمع الدولي المجلس الأمن بإمكانه بناء محاكم أخرى. محاكم بديلة أو دعم المحاكم الدولية اللي عندها سلطة تقدر تحاكم المجرمين الموجودين بالدول الأوروبية. بالإضافة على المثال أنه نحط تذكر تعتقال للضباط اللي عم يسافروا. لأنه النظام السوري مو محاصر بشكل كافي. للأسف في ناس عم سافر من قلب النظام السوري مثل ما شفنا أبن رامي مخلوف. اسم معروف شخص معروف لازم يكون تحت العقوبات. ولكن مو موجود. وفيه أشخاص مسؤولين عن ارتكاب جرائم معروفين بروابط الجرائم اللي صارت بسوريا. ومع ذلك لسهت أحرار. فلذلك وجود هذه المحاكم اللي مدعوة من مجلس الأمن. هي محاكم غير المحكم الجنايات الدولية كونها غير متاحة حاليا. هذا يعطي أول شيء الرسالة للنظام السوري أنه فينا حتى نضيق الخناء أكتر. بالإضافة للرسالة اللي بتواجهها للشعب السوري أنه نحن نشتغل على عملية العدالة. نعم نشتغل حتى يسقط نظام السوري. لأن الشعب السوري بعد عشر سنوات من الخذلان ممكن يفقد الأمل. ولكن نحن لا بدنا الشعب السوري يفقد الأمل لذلك منحارب بمجلس الأمن. لذلك منحارب كل الوقت. لحتى نحكي قصصنا لحتى نحصل الدعم. لأنه أنا بعرف بالرغم من الكلام اللي قلته أنا بمجلس الأمن. بعرف أن الروسي ما بيهم ما أنا شو قلت. بعرف أن إيران أو الصين أو الهند ما بيهم ما أنا شو قلت. ولكن من خلال حتى نحن نوقف ضد أكاذيبا. نوافق أنا نسيرا بكلاما. نعطينا دليل مضاد لكلاما. نحن نوصل لأصدقاء جدد. على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي. لدينا ألمانيا. لدينا السويد. لدينا النرويج. إسبانيا وفرنسا. دول رفعت قضايا ضد أفراد بالنظام السوري. مسؤولين عن جرائم تم ارتكابها. فهذا الشيء يجب أن يتم دعمه. لأنه في دول أخرى تستطيع ترفع قضايا. لدينا الولايات المتحدة. لدينا بريطانيا. لدينا أغلب الدول الأوروبية. تستطيع تبني قضايا مختلفة. في شيء اسمه Universal Jurisdiction. فهذا الشيء نحن نستطيع استخدامه. حتى نعاقب أشخاص موجودين بأوروبا. تكبر جرائم بسوريا. بالإضافة لأنه نرسل رسالة للأسجنين الموجودين لسه بسجن. عم يعزبوا الناس أنه أنت رح تتحاسب. أنت رح تتحاسب. مع أعتفيك تهرب. نعم. هذا خطاب سياسي حقوقي قوي. آخر. بالإضافة إلى خطاب مجلس الأمن. أريدك أن تضع ذلك الشخص الآن على جانب. وأن تعطيني ذلك الطفلة الذي تم اعتقاله. وأريدك أن تعود بالذاكرة التي أثق أنها ما زالت حية. وإلا لم تكن بذلك الشعور الذي رأيناه في مجلس الأمن. وأن تخبرني كيف تم اعتقالك؟ كم كان عمرك؟ ما الذي حدث في ليلتك الأولى داخل المعتقل؟ من دون أي رسمية. ولا كان على التلفزيون. أنا كان في شخص حبيته كثيرا بحياتي. ابن خالطي بشير. صاحب ابتسامي جميلة. رفيق عمره. كنت أنا في البيت عند ابن خالطي بشير. وداهموا البيت. وأعتقلوني أنا وبشير وأخوه رشاد وأخت نور. وأخذونا على فرع الأمن العسكر بمدينة بانياس. باليوم الأول ببانياس كانوا يعزبوا بشير. وخلنا نسمع بعدين. لما حاولونا على السجن آخر طرطوسي. الذي طلينا فيه حوالي عشرين يوم. وقته كان. الوجع الأكبر. كان لما يأخذوني أنا على الغرفة. ويعزبوني. ويخلوا بشير يعزبني. لأنه كانوا بيعرفوا أنه بشير وأنا كنا نحب بعض كتير. بالخالطي ربيت معه وكنا رفقات. يعني ربينا أول عصفور سوى. ويعني أول بيت بلاستيك سوى. زرعنا حبتين بندورة. ويعني شغلات بسيطة عملناها. بنت علاقة جميلة بينه وبين بشير. حطونا سوى وأجبرونا نعزب بعض. أجبروا بشير. أعطوه مسدس. أعطونا مسدس بإيدنا حتى نقوص بعض. ولكن قدرنا أنه نتفادى هالأمر. ومع ذلك نتطم تعذيبنا على الأمور. فهذا كان أصعب شيء. فقدينا فترة طويلة بالسجن سوى. ولكن بعد ما توفى رشاد. الأخ الأصغر. بشير ما عاد يقدر يتحمل نفسيا. أنه هو كيف هو اللي كان الكبير. إذا طلع بره السجن. وأمه قليت له وينه أخوك رشاد. ما فيه إلا أنه مات. وأنا ما قدرت دافع عنه. ما فيه يواجه أمه بهالفشي. فهذا الشيء كان يعزبه نفسيا. فما عاد يقدر. الأكل كان قليل. والتعذيب كان كثير. فما عاد يقدر يوقف. ما عاد يقدر يمشي. وبآخر يوم شفت فيه. لبشير كان حامل بان دياتي. ماشي فيه بفرع الميتين وخمسة عشر. وكان عام يطلع فيني. ويبتسم ويقول لي ميت ورد. كلمة حلوة كان على الطول يستخدمها. بس لي يذكرني بالأمل الموجود عنها. وبعدين مات بان دياتي. وأنا حامل وماشي فيه. بعد ما قال لي كلمة ميت ورد. كلمة بدي كل الشعب السوري يتذكرها. بس كل العالم بدي يتعرف كلمة كلمة ميت ورد. لأنه هذه قصة بشير. هذه قصة المعتقلين السوريين. للي عم يتعذبوا كل يوم. المعتقلين السوريين مو فقط المعتقلين. المعتقلين السوريين هني أهلا. اللي عم يتعذبوا كل يوم. والدتي حاولت تطلع من السجن تلات مرات. مو مرات. مو مرات انتين. ودفعت أموال لحد تطالعها. مو لكن كذبوا ليها. كتير ناس تستغل المشاعر الأهالي العزابة اللي عم يعيشوه. من شوى لأولادا. وخوفا علي أنني موتوا بالسجن عم يستغلوا هالأمور لحتى يطالعوا لحتى يطالعوا مصاري من هالناس للأسف والتي عانت كتير والتي اسمه هالي الشغري من أقوى النساء أفضل وأجمل النساء وأزكاهم اللي بعرفهم بحياتي كمان شخص بيستحق أن الناس تتذكروا في تجربتي بالسجن رغم الصعوبة رغم التعذيب كانت تجربة غنية جدا لأن نظام السوري كان يحطنا بالسجن حتى ندمر نفسيا وجسديا ولكن نحن إذا تدمرنا نفسيا وجسديا نحن ندعم النظام السوري لذلك أنا حاولت استثمر بطريقة ما بالناس الموجودة حوالي يعني السجيني اللي كان على اليمين كان دكتوري اللي على اليسار كان طبيب نفسي من قدامي كان مهندس وراي محامي فنحن كنا بأفضل جامعة موجودين فهذا كانت أفضل فرصة موجودة بالسجن أن يتعلم من هالناس الموجودة حوالي الطبيب كيف داوي جرحه والمهندس كيف نعمل هالغرفة بعد ما يسقط النظام والأستاذ كيف نستخدم هالمعرفة اللي علينا إياها حتى نتعلم لأن هالأشخاص كلا كانوا عام يموتوا وهالمعرفة والليجاسي طبعا كان لازم نتظل تبقى كان الطريقة الوحيدة أن نتعلم من هالناس وبعد ثلاثة سنين من الوجع والعلم تم تحريبة من السجن أمي الأوية دفعت مصاري وحاولت هربتني من خلال رشوة ضباط بالإضافة للقاضي وأشخاص مختلفين وبعدين طلعت من السجن التقيت بأمي لأول مرة وشفت حالي على امرأي لأول مرة وسمعت صوتي لأول مرة توقف هنا عمر قبل أن تذب إلى تلك اللحظات السعيدة أريدك أن تعود مرة أخرى إلى بشير وإلى المئة وردة ما هي قصة المئة وردة التي قالها لك بشير وهو يموت أريد تفاصيل هذه النقطة بشير كان يقعد بزاوية الغرفة مأرفس ما كان عن المحل كتير كان يقعد بالغرفة ويبتسم ويطلع على كل شخص لحاله ويبتسم لأني أنا أقول له يا بشير ليش عم تبتسم يعني هلأ نحن جينا من التعذيب ووجعوا في دمعة من زر بيش اسمك قل لي يا ابن خالتي أنا راح موت وهالناس راح تموت وما في شيء يطلع على الغرفة كله دم على الحيطان ودم على الأرض ما في شيء يعطي الناس هالأمل إلا هالابتسام الحلوى وكلمتين بلاني ميت وردة لما شخص بيبتسم لي بيرجع للابتسام بقول له ميت وردة فبشير كلما كان فيه واجعوا وشاف الناس يقسانة بابتسم ابتسامي جميلة وضحكي حلوة بقول ميت وردة ابن خالتي حبيبي كانت علاقتنا كتير قوية فأنا هاي الكلمة ما عرفت إمتى لحتى مات بشير استشهد بشير لأنه رجعت على الغرفة لحالي أول مرة وما في بشير بالغرفة قعدت بالزاوية وما عرفت شو بدي أعمل كنت بدي أبكي ما فيني أبكي ما فيك تبكي بالسجن من الوجع ما فيك تبكي فقررت أني أعد بنفس الزاوية اللي كان يعد فيها بشير وإطلع عن الناس وأنا كنت يعني عم تنزل دموع بنفس الوقت عم تضحك وإطلع عن الناس بس ما حدا كان يبتسم لي ما حدا كان يرجع يتحك لي لأنه يفكروني صرت مجنون لأنه صرت كل شي عندي بحياتي قالوا لي أنه أهلي ماتوا بمجزرة وهلأ أولاد خالطية اللي كانوا معي ماتوا مضل للي حدا فالناس فكرت أني جنات مرت انتين ثلاثة الناس بلش تبتسم تطلع فينا والناس بلش تستخدم كلمة وردية اللي بشير استخدمها أنا هو كين الشخص الوحيد اللي كان يعطي أمل بالسجن أنا ما كنت أعطي أمل قبل ما بشير علمني كيف أعطي أمل لنفسي ولبقية الناس كلمة رح ضمن عمر عمر أنت قلت أنك كنت طفل عندما تم اعتقالك ويبدو أن بشير أيضا كان طفلا عندما تم اعتقاله يعني أطفال تم اعتقالهم في ليلتهم الأولى بالتأكيد كنت خائف يعني لا يمكن أن تخبرني أنك لم تكن خائف في ذلك الوقت أريد أن أسمع عن تلك المشاعر وأن أعرف يعني كيف تغيرت تلك المشاعر على مدار هذه الرحلة كنت خائف كل يوم كنت مرعوب كل يوم كنت رح تموت أنا كل يوم كنت جوعان كل يوم كنت خايف أخسر نفسي أخسر اللي حوالي خايف يموت بشير وموت أنا كنت خايف بشكل دائم ولكن لما الخوف يكون خلال ثلاث سنوات فبتكون خوف مختلف تقدر أنت تتأقلم عليه لحتى تقدر تعيش لأنه ما فيك تقدر فقط تقعد خايف لأنه إذا خايف ما فيه تأكل ما فيك تشرب فكنا لازم نحن نتأقلم على الوضع ولكن أنا كنت كنت قاعد بزاوية هالغرفة وحاول أتخيل الأمور حلوة فأول ما اعتقلوني كنت قاعد أتخيل لما أنا رح أطلع برا وأركض بالحارة وأفتح باب البيت وإلى رجعت أنا أساتني عايش من السجن فكنت أتخيل هالشي بالبداية ولكن بعدين هالخيالات صارت صعبة أني أتخيل لأنه صار شي غير حقيقي ممكن أنه يصير لأنه الشي الوحيد اللي كنت عم شوفه هو الموت ما كان في الشي ما كان في ناس عم تطلع من السجن كل الناس كانت عم تموت فصارت صعبة لي تخيل شي جميل الشي الوحيد اللي كان جميل كان بشير جنبه وكلماته الحلوين ما كان في شي تاني ولكن كانت أنا دائما دائما خايف لأنه ما بدك أنا ما كنت خايف أني موت أنا كنت خايف اتوجع وأنا عم أموت أكثر ما أنا متوجع لأنه الموت أحيانا ممكن يكون رحمة أكثر من العذاب والتجويع والطويل ونفس الوقت أنا اضطريت أني أتأقلم لأنني كنت طفل بالسجن كم كان عمرك عمر داخل السجن لأنه ما كان عندي حل بالاعتقال الأخير لما أخدوني آخر مرة كان عمري 17 ولكن لما تم اعتقالي أول مرة كان عمري 15 سنة كالطفل ما بعرف معنى كلمة حرية أو ديمقراطية ما كنت بعرف شي يعني الدكتاتورية ولكن سجن علمنا لما اعتقلوني وعزبوني لما شفت ضابط بالجيش أو عنصر بالأمن عم يعزبني وما عم أعرف ليش وقت عرفت أهمية الحرية ولاش الشعب السوري لازم يكافح يناضر رغم كل شيء يخسرنا رغم أني خسرت والدي وإخوتي الشباب رغم أني خسرت بشير ما فينا نوقف لأنه إذا وقفنا منرجع لنفس الجحيم وإذا وقفنا نحن أنا موجودة حاليا بالغرب في أمانيا تقريبا ولكن الناس الموجودة بالداخل إذا وقفنا هذون الناس رح يروحوا إلى المعتقلات هذون الناس رح يتعزبوا ورح يموتوا ما بدي حدا يعيش هالتجربة بغض نظر ديش هالتجربة بتعلم ولكن هالتجربة صعبة غالبا الناس ما بتعيش أغلب المساجين كانت تموت فأنا يعني ببذل جهدي بالشي اللي أنا بشوفه مناسب وبيقدر عليه لحتى خلي ناس أقل حتى نوقف السجون سوري لحتى الناس ما عاد تتعزب لحتى يسقط هالنظام السوري لأنه بالأخير هذا أملنا الوحيد أنه نحن نحاول وخصوصي الشباب السوري الموجود بالغرب لأنه أنت موجود بأمان وعندك الإمكانيات والشهادات والتعلم والأفكار والبيئة المناسبة حتى أنت تقدر تساعد الناس الموجودة بالداخل لا تستقل لا تستقل أبدا بالشي اللي بتقدر تعمله ولو كلمة أولى ولو شوية مصاري تبعطها عمر يعني أن تكون طفلا وتتعرض للتعذيب يعني اخبرني عن ذلك الذي كان يقوم بتعذيبك هو بالتأكيد أب أخ صديق ابن كيف كان يتعامل معك ماذا كان يقول سجان نعم هو بالأساس بالنسبة لك في هذه اللحظة كان السجان أريد أن أعرف كيف استطاع أن يخفي هؤلاء الأشخاص ويظهروا فقط لك السجان يلي كان يصدمني أكثر شي إنه كيف وشو السبب ليش كان السجان يضحك شو يلي خليه يستمتع بالوجع لما يشوف أنا أصرخ يعني نحن لما متفرج على فيلم على سبيل نحن مشوف حدا عم يبكي قصة مؤسرة نحن منبكي نحن عم نتفرج على الفيلم ولكن هذا الشخص عم يعذب وعم يخلي الناس تبكي وتتوجع وعم يضحك مبسوط شو السبب هذا السؤال يلي كان يشغل بالي كل الوقت لحتى طلعت من السجان ويجعلني مكالمة هاتف السجان يلي عذبني مدة سنة وتسعة شهور عم يتصل فيني ليهددني حتى ما عاد أحكي عن تجربتي بالسجن فسألته سؤال واحد قلت له إذا بس بتجاوبني على سؤال بسيط ممكن ما عاد أحكي عنك أبدا قال لي شو سؤالك قلت له شو هي اللي خليك تستمتع بالوجع اللي أنا كنت تعيش وكشو هي اللي خليك تنبسط وانت عم تعذبني لما شفت بشير عم يموت بهدياتي لأنه أنا كنت بدي أفهم بدي أعرف الجواب لهالسؤال اللي فكرت فيه مدة سنين طويلة بالسجن لأنه بحياتي ما عارف شو هو الجواب شو يخلي بني آدم يستلذت بتعذيب بني آدم آخر فقال لي أنا لما بلشت شغل بالسجن كان فرزوني يعني على السجن لما بلشت أنا شغل بالسجن لما قالوا لي اضرب أول شخص أول مرة أنا ما سويت قبل فما كان بدي ساوية ولكن ما كان عندي خيار هذه عبد لن مو حجي أنك تضرب الناس فقال لي أنا ضربت أول مرة وبعد ما ضربت أول مرة حاولت تخفف يعني إذا الضابط قال لي اضرب مية ضربتك خمسة وتسعين ولكن المرة التانية أنا عرفت إذا أنا لازم نفهم طريق التفكير السجن حتى نقدر نوصل للسجن حتى السجن يتغير فقال لي أنا لما ضربتك أول مرة حفظت على حياتي لأنه إذا ما ضربتك رح يعتقلوني ممكن موت أنا إذا متت مين رح يجيب أكل ما رح فيني أكل لمرتي وولادي ثلاثة أربعة أولاد إذا أنا ما عشت ونجيت وطلعت لبرج لأن أكل وشرب هني رح يموتوا فأفضل شيء ممكن أعمله بحياتي هو أنه عزبك واستلزب تعذيبك لأنه الشيء اللي عم أعمله من خلال تعذيبك أنا عم أعمل شيء كويس ليش؟ لأنه عم أنقذ عائلتي أربع خمس أشخاص بدل ما أنقذ شخص أنا ما بعرفه أنت مين فهذه طريقة التفكير السجن اللي مهم أنه نفهمها هني كيف عم يفكروا لحتى نقدر نوصلها هل تذكر اسم ذلك السجان حاولت اسمها للسجان للأسف للأسف ما بدر الأمور أمنية مو للسجان ولكن لا إلي أنا للأسف ولكن ما بسكريزم السجان ولكن عندي صورة أعتدت أني شاركة ولكن وقفت شاركة لأسباب أمنية للأسف نعم طيب ولكن في قضايا ضد هذون الأشخاص هذون الأشخاص رح يتم اعتقالا بأول فرصة ممكنة إن شاء الله حتى يتم حاكمة الجرامية التي تكبوها الجرامية التي تكبوها بحق أنا وبحق السوريين بشكل عام طيب عمر قلت أنك يعني لما تم اعتقالك كنت طفل صغير ولم تكن تعرف معنى الديمقراطية والحرية صراحة دعني أسألك في هذه اللحظة بعد أن عرفت معنى الديمقراطية والحرية هل تعتقد أن هناك من يهتم لهؤلاء الذين يتم تعذيبهم في السجون سواء كانوا أطفال أو صغار أو نساء أو شيوخ أو كبار هؤلاء الذين يموتون كما قلت الموت كان هو الذي يسيطر على كل السجن المجتمعات تهتم الشعب المدني بيهتم الحكومات ما بتهتم لأن الحكومات أولوية هي مصالحة لذلك الحكومات كحكومة السويلة وحكومة تركيا أو أمريكا بشكل عام أي حكومة بهمة مصالحا ولكن الشعب الأمريكي ممكن يهتم الشعب السويل الشعب التركي بيهتم هذا هو الأمر اللي نحن لازم نفهمه غالبية الشعب السوري أحيانا بيفكر أنه قصتنا كل الكرة الأرضية بتعرفت قصتنا فما في داعات أصلا نحكيها الكل اللي بيعرفوا ما حدا يساعدنا للأسف هذا الشي خطأ كتير ناس ما بتعرف أنا سافرت عشت بدول مختلفة ولتقيت بعالم وعم أحكي دائما القصة ودائما في ناس ما بتعرف دائما في الشباب ما بيعرفوا لأنه هني مشغولين بحياتنا مثل ما نحن مشغولين بحياتنا الحرب مو فقط بسوريا في وضع سيء بلبنان في وضع سيء بالعراق في وضع سيء بأفغانستان في وضع سيء بعد الدول فممكن للناس تعرف الشيء اللي نحن عايشين لهذا الشيء ما لازم أبدا نتعب وأنا بعرف الناس أحيانا بتتعب أن تسمع قصتي على طول ولكن أنا ما بتعب أحكيها لأنه بعرف أنه في إيمان لأنه أنا بحكي قصتي أنا بكون عم مسل تجربة اللي عم يعيشها الشعب السوري ولما أنا بحكي قصتي بطريقة شخصية الناس تربط سوريا بعمر لما بيهتموا بسوريا ليش لأنه بيهتموا بعمر لأنه هني بحياة ما زور سوريا أشخاص بحياة ما زور سوريا ما بيعرفوا سوريا وين موجودة على الخريطة لذلك هني بيصيروا بحب سوريا لأنه بحب عمر أو بحب محمد أو مصطفى لهذا السبب لهذا السبب نحن لازم نحكي قصتنا ونتقرب للناس لأنه الناس هي المسؤولة عن وجود السياسيين بالسلطة هني اللي بيأسروا على السياسيين بالسلطة لازم لهيك نحن لازم نوصل للمجتمع المدني بكل الدول لأنه هني اللي بيخلقوا الاتزان اللي نحن بحاشته حتى يسقط نظام السوري كان لابد من التنكيل بأحدهم حتى يخاف البقية هنا كمان يرى ذلك وهنا كمان يرى تحديدا أن الشعب السوري تعرض لذلك التنكيل حتى تخاف بقية الشعوب أريد منك رسالة إلى الأسد رسالة أخرى للشعوب في المجتمعات التي تعاول عليها كما بدأ من حديثك الآن ورسالة إلى بشير رسالتي إلى بشير الأسد هي الشعب السوري كلما عانا أكثر كلما ازدادت أوتو كلما طلعت أشخاص بتمثل قضية كلما طلعت أشخاص عم تعرف الأسلوب الأفضل لحتى تناضل من أجل القضية السورية الشعب السوري لاقع طرق مختلفة وأعطى دليل أنه بيقدر يوصل لمحاكم مختلفة حتى يحاكم كل المجرمين وأكبر مجرم بسوريا هو رأس السلطة هو بشار الأسد إما لأنه هو ارتكر المجازر أو لأنه هو موقف المجازر الذي هو رئيس الذي هو رئيس الدولي وهو المسؤول عند إيقاف كل هذه المجازر فرسالتي إلى للشخص أنه مدام كلمة ميت وردة عم تنقال فأنت ما رح تنفد ولو أخذت سنة سنتين 13 20 30 40 الناس ما رح تنسى بشير ما رح تنسى عمر الناس ما رح تنسى الوجع اللي عاشيته الناس ما رح تنسى الناس يلي ماتت يلي بيحبوهم الناس ما رح تنسى كل فظاع ارتكب النظام السوري وأعوان النظام السوري مفقط بشار الأسد ولكن كمان أعوان بشار الأسد إن شاء الله رح يتحاسبه ولو أخذ وقت طويل بس معلش رح يتحاسبه في أدلة رح يتم استخدامه إن شاء الله رح يتم رح يتم وضع وضع بشار الأسد بالمكان المناسب بالنسبة للمجتمعات المدنية بالغرب وبالدول أو بالدول العربية ليش نحن دائما نحكي عن الغرب دول العربية المجتمعات دول العربية خايفة من الدكتاتوريات الموجودة عندها خايفة أن يصير فيها نفس الموضوع ولكن الخوف يلي أنت عايش فيه مو سبب أنك تضل ساكت الخوف يلي أنت عايش فيه مو سبب أنه تخلي الشعب يلي جنبك الشعب السوري عم يعاني الخوف يلي أنت عايش فيه مو سبب أنك تكون جبان والشعوب العربية مو جبانة شجاعة قسم من أشي فينا ولكن بحياتك ما تقول أنا ما فيني أغير شي لحاله إذا أنت قلت هالشي وكل واحد قال الشي فأنت لحالك ولكن دائما في حدا جنبك أنه شي بسيط مع مليون شي بسيط بيصير أشياء ضخمة أما لبشير شاو بدي أقول له لبشير الله يرحمه بدي أقول له ميت وردة بشير أجمل شي عطتني إياه الحياة الشي الوحيد أو من أهم الأشياء يلي بتخليني ابتسم كل يوم هو بشير كلمات بشير الأسلوب نمط الحياة يلي عطاني إياه بشير قبل ما يستشهد هو الشي اللي أنا يلي بيخليني يعيش هو الشي اللي بيخليني أستمتع بحياتي هو كان يلي يا ابن خالتي كان يلي ميت وردة بالقصد أنه باستقبلك أنت رح يكون مزهر جدا فما تقلع يعني بديك تنبسط بحياتك فهذا كان أمل بشير فينا وأنا اليوم بدي أنبسط بحياتي أنا بدي أشتغل على القضية السورية حتى ما أحدا يعيش الوجعي اللي عاشت بشير نفس الوقت بدي أنبسط بحياتي كرمال بشير وكرمالي أنا شكرا جزيلا عمر الشغري النشط السياسي السوري كنت معنا عبر الانترنت من واشنطن لك جزيلا شكرا شكرا جزيلا